تحدث عن نشاط القطاع العقاري في دولة الإمارات تحديداً شركة داماك هل تعتقد فعلاً أن كنت يواجهون فائط في المعروض من الوحدات؟ أنا ما أعتقد هناك سوق في دبي يواجه فائط في الوحدات أول شيء في خلال ثلاث سنوات الماضية العرض كان في حدوث 7000 وحدة اللي أنجز نحن كنا تقريباً 30 إلى 40% من هذه الوحدات اللي سلمت الثلاث سنوات القادمة أنا ما أشوف في أكثر من 10 ألاف وحدة تسلم من السوق العقاري في دبي هناك في حدوث 480 ألف وحدة لو تصورنا 4% نمو في سوق العقاري نحتاج إلى تقريباً 20 ألف وحدة سنوياً بينما المعروض اللي بيجهز بيكونوا بأكثر من 10 ألاف وحدة سكنية فأنا بالعكس ولذلك شفت الإيجار كان قوي ثلاث سنوات الماضية وما زال محافظة الإيجار لذلك نحن يرى عملنا بروموشن قبل كم يوم أن تشتري وحدة عقارية من عندنا ونضمن لك 24% دخل على ثلاث سنوات يعني ثمانية في المئة سنوياً لأن واثقين من ثلاث سنوات القادمة ما في أوبر سفلاي في السوق حدثنا عن مشاريعكم القادمة هل قمتم بتنفيذ حالياً مشاريع جديدة من أين تحصلون على توميلها ونعلم جيداً أنكم كنتم من الشركات التي قمتم بإصدار سندات ما هو حجم التمويل لهذه المشاريع؟ نحن اليوم أصدرنا سندات بـ 650 مليون دولار في أبريل 2014 إجمالي قروضنا مع السندات ومع البنوك ما تتعدى 900 مليون دولار بينما عندنا أكثر من ثلاثة مليار دولار كاش في الشركة موجودة في حسابات الضمان وغير حسابات الضمان مركز الشركة المالية جداً قوي الحمد لله لأن تعلمنا من 2008 و2009 أنه أين تكون دائماً على الكاش في له بينما قروضنا أقل من مليار دولار والكاش عندنا أكثر من ثلاثة مليار دولار نحن اليوم أكبر شركة عقارية في شغل أوسط من ناحية الأرباح التسعة وتشر الماضية أعلننا أرباح مليار دولار وهي الأعلى في أي شركة عقارية مبيعاتنا 7 مليار درهم وهي الأعلى من ضمن كل الشركات العقارية ونحن في السنة الماضية واللي قبلها قاعد نسلم أكثر من 2500 وحدة وهي الأعلى من ضمن الشركات العقارية السنوات القادمة عندنا تقريبا من 4000 وحدة سنة بعد سنة إن شاء الله كيف ستستفيد دماك العقارية من ما هو قادم على دولة الإمارات تحديدا دبي نتحدث عن X-2720 الذي سينطس طلب كبير جدا يعني المعروض سينفذ ربما نحتاج أين هي مساهمتكم ودوركم اليوم في الإكسبو يعني ما هي حصتكم من هذا المشروع الكبير نحن اليوم مثل ما قدش أكبر شركة عقارية فمن ناحية المبيعات نحن تقريبا عندنا أكثر من 30 إلى 40% مبيعات البلد كلها عند دمك عندنا الحمد لله أراضي تكفينا لمدة 5 إلى 6 سنوات القادمة فعندنا برنامج كامل إلى سنة 2020 مع متطلبات السوق عندنا أراضي كفاية عندنا كاش موجود وعندنا إدارة قوية عندنا 2200 موظف الشركة أكبر شركة عندها موظفين في قطاع الأقاري هي شركة دمك اليوم هل ممكن تتأثر شركاتكم مثل بقية شركات في هذا القطاع أو غيره بتراجع أسعار النفط ومحاولة الحكومات لترشيد الإنفاق محاولة تحميل بعض من الشركات نوع أو جزء من الرسوم لحظنا هذا التوجه واضح في مجموعة من الدول الخليجية لمجارات التراجع في أسعار النفط ما مدى تأثيركم اليوم في دمك بما يحدث؟ ما في شك السوق هدى في 2015 ونزول أسعار البترول خف السوق مثلا بيعنا 11 مليار في سنة 2014 السنة يمكن نوصل على في حدود 9-7 نشوف نتائج ربع الأخير فالأسعار يمكن فيه 5% هبوط في الأسعار في بعض الأماكن 5% بعض الأماكن 7% بعض الأماكن ما نزلت اللي هي الـ Prime Prime لكن مثل ما قدرش الكاشي الموجود عندنا الأراضي الموجود عندنا القوة التسويقية الموجودة عندنا والتيم الموجود عندنا الحمد لله نحن واثقين وماشيين بالسوق وما نشوف أي مشكلة في دبي ما في شك أسواق خارج دبي نعم فمثلا اليوم نحن أسواق خارج دبي وقفل التطوير كنا نطورنا برج في لبنان كنا نطورنا برج في الأردن فهي نحن وقفنا خارج الإمارات بنركز تركيز قوي على دبي